السلام عليكم في هذا الفيديو سنصحح تمرينين من مقرر الأولى باكالوري علوم ريالية ودائما مع درس المنطق للوجيك تمرين ستين سبحارة واربعين يقول بين أن جذر مربع آن على آن زائد واحد لا ينتمي إليك مما يكون آن من آن نجمع مما يكون آن من آن نجمع جذر كذا لا ينتمي إليك مهم لا يتحل كما يكون عندنا هذا العدد لا ينتمي إليك يعني خاصة نبينه بأنه لا يمكن أن نبسط هذا الجذر المربع يعني ما نقدره نحيده وضع الجذر المربع حتى لا قدرنا نحيده يعني فأنا ممكن أننا نقوله بأن هذا رأى عدد جذري إذن بمعنى إذن أنفتارده إذن نفتارد العكس يعني إذن نديره البرهان بالخلف سنستعمل البرهان بالخلف إذن البرهان بالخلف يعني يرتكز على الأمر الثاني أننا سنعتبر النفيذة للعبارة صحيح يعني بمعنى أنه نلقاو تناقض وبالتالي فإن العبارة هي عبارة صحيحة إذن أفتارده بأن الجذر آن تنتمي إليك أي أن آن على آن زائد واحد كيمكن لنكتبها على شكل أعلى بي لكل مربح تفقين؟ إذن لأن هذا الجذر هذا إليك ممكن تساهمي لك يعني أن الجذر كيساوي آب بي وهذا الجذر هذا غير رفع أسئتنا نعطينا آب بي لكل أسئتنا ومنه؟ نحن نحاول أن نقله على شيء تناقض ومنه غير عطينا آن على آن زائد واحد كيتساوي آ مربح على بي مربح نحن نعرف بأن آب و بي أوليان فيما بينهما طيب إذن سان برميه اندخل آي بي آلغ ومنه؟ إذن بمعنى هذا الكسر كيساوي هذا الكسر وهذا آب بي أولي فيما بينهما إذن من كشلي هنا أنا قدر نختازل هذا تعبير مقتزل وحتى هذا مقتزل لماذا؟ لأن العددين هما عددان متتابعان إذن فبالتالي غيرهم البسط يساوي البسط والمقام يساوي المقام يعني غيرهم عندي آ مربح كيتساوي آن وبي مربح كيتساوي آن زائد واحد هنجوه نعوض آن بآ مربح هنا ومنه بمربح كيتساوي آ مربح زائد واحد أي هنجيب آ مربح حدب مربح لناقص آ مربح تساوي واحد وهذا التعبير عبارة عن متضابقة هامة هي آ ناقص بي عامل على بنقص آ عامل على بي زائد آ تساوي واحد سنعرف بأن آ وبي عددان موجابان مثلا؟ إذن تنتميه الآن إذن غيكون عنا آ زائد بي كيساوي واحد و بي ناقص آ كيساوي واحد طيب إذن هاد المعادلتين أعطونا نظمة 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 معادلتين هنجمعه طرف بطرف أتولي عندنا جوج بي كيتساوي جوج ومن بي كيتساوي جوج على جوج إذن بي كيتساوي واحد وبالتالي سنستنتيج آ آ كم تساوي إذا كان بي يساوي واحد إذن فإن آ يساوي سفر هنا يكمن التناقض وهذا التناقض علاش؟ لأن غيولي عندي أعلى ببي لغي عندي كيساوي سفر احنا قلنا بأن آ ساوي سفر وبي يخارف سفر إذن غيولي عندي هاد الخارج كيساوي سفر وعندي هنا آن ينتمي إلى آن نجمة آن مع مرو يساوي سفر إذن ميمكنش ميمكنش واحد لعدد منعادم كيساوي عدد غير منعادم وهذا تناقض وبالتالي الافتراض اللي افتراضناه خاطئ ونفيه هو الصحيح وبالتالي مهما يكون آن من آن نجمة جذر آن على آن زائد واحد لا ينتمي إلى كي يمكننا استنجوه من خلال هذا التمرين ملاحظة وأنه إذا كان عندنا خارج عددين متتاليين البسط أصغر من المقام مهم متتاليين يمكن يكون البسط أصغر من المقام أو المقام والبسط أكبر من المقام ليس هناك إشكال فأنه لا يمكن كتابته هذا التعبير على شكل مربع تحقيق تدرس عدد جدري جيد إذا سنتجيب من رقم جوش الذي هو 63-45 دائمًا فقم المفيد لا يكون آن نظلم صحيحين طبيعيين بحيث أكبر من بي بين أن لا ينتمي إلى آن دائمًا باستعمال برهان بالخلف اذا انت نفترض ان ا مربع زائد ب مربع على ا مربع نقص ب مربع كتنتامي كتنتامي الان يعني ا مربع زائد ب مربع على ا مربع نقص ب مربع تقليل ا مربع بكتنتامي الان عوض وتأخ SEE you can O الان الشرخر و 했습니다 اذا نلدي ان ان قتل وحد اذا انتم وتأخham مع ا مربع مربع نجمع هالتعبير اللي فيهم ا مع بعضهم و اللي فيهم ب مع بعضهم هل سأتينا ا مربع عامل واحد ناقص اين كتساوي ب مربع عامل ناقص واحد ناقص اين ناقص واحد و تقول هي ا مربع عامل مربع تساوي و قبل من نضرب ناقص ممكن نجيب هذا هنا و نجيب هذا هنا ناقص واحد ناقص اين على واحد ناقص اين اذا تعبير هذا يقول هي ا على بي الكل اس اثنان يساوي لاحظوا أن نكتبها على شكل مربع عدد جدري يساوي أن زائد 1 من بعد أن نضرب في البسط المقاف ناقص 1 على أن ناقص 1 طبعاً هذه العددين ليس عددين متساليين صحيح طبيعي المتساليين ولكن كنت لاحظوا بأن إذا لدينا أن اللي بعد منه مباشرة هو أن زائد 1 واللي قبل منه مباشرة هو أن ناقص 1 يعني ممكن خدمت الفكرة لأنني قدرنا نضرب في البسط المقاف ناس العدد يعني نضرب هنا أن زائد 1 نقسمها على أن ونضربها في أن على أن ناقص 1 حسب التمرين السابق ماذا استنتجنا؟ أن هذا التعبير لا يمكن أن يكتب على شكل مربع مربع هذا الجدري أو الأحتى هذا إذن أن لدينا أن على أن ناقص 1 وأن زائد 1 على أن ليس مربعين مربعين لعدد جذري إذن بما أنهما ليس مربعين على الجذري فإن هذه الكتابة غير ممكنة إذن فإن أن زائد 1 على أن ناقص 1 ليس ليس مربعا أو أيضا لعدد جذري وبالتالي ناقص 1 هنا نجد أن هناك تناقض وبالتالي أعلى بمربع تسوي ن ناقص 1 أو مستحيل أو غير ممكن إذن بالتالي بالتالي فإن النتيجة التي أفترضنا غير صحيحة وبالتالي نرجع للسؤال وبالتالي ناقص ناقص بمربع ناقص بمربع لا ينتمي إلى ن شكرا على حسن انتبائكم إذا لديكم شيء تساول أو ملاحظات وإذا كنتوا جدت في القناة تشتركوا ضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد شكرا على حسن انتبائكم